مرحبا بكم من جديد تسمعوا في برنامج بر الأمان اللي قاعد يبث من الجامعة الشعبية محمد علي الحامي في سيد الحسين معانا تواف الجامعة الشعبية إنست ليلي سهيل عدودي مادام عيدة بخريس وسيل حبيب الهدي وخانسة بنترجم في التقديم مادام عيدة هل سوم تسكر في المتاحف ولا في المسارح يخليك انتي كمعلمة تتردد بشتهز تلمثتك تميل في راسك مكش مقتنعي برشا هاي مش برشا هو فم تسهيلات لمحالة مينة بحكم توا صارت لي دونيرمون طرفة هاي نصمين شنين طرفة هاي مدام؟ انا عملت شهر لتاليا كيكا ولا اقل فمت رحلة لتليم ذا هاي جريت عليها على المطريق المندوبية واخذيت لهم الكار وبقيت مدة طويلة لمحال وتوفرت الكار وتوفرت كل شي وعملت لي فاكس بعثت المتاحة في الحوت هنا في تونس ما عملتها ما عملتش للبرق متحف الحوت والاثار متى كارتاج منطقة الاثارية بكارتاج بيه تسهلوا جيتني الريبونس بارفاكس من كارتاج انو دخلوا مجانا هو دخل بعشرة لاف فمت عملتني انا بحكم فما اتفاقية بينهم وبين وزارة التربية معنا ما تعونا بش ندخلوا بلايش فمتني اخو اوكي من دار الحوت زيدة على اساس بلايش مع انو هو سوم رمزي اما اينا بحكم تليم ذا هنين والظروف على قدها فراحتهم قطلوا من الرحلة بلايش ما تزو حتى فرنك بش يقول كل بلايش نوصل لدار الحوت دخلوا بخمسمائة فمت قلت لمراني كلمتكم وبعثنا فاكس معاني هو راسنا معاني في بليت ليم ذا بليش فمت معنا يعملوا الناس اخرى بالفلوس اما هذو مصغار جوا يكتشفوا مراعني الا شدوا صحيح معانا هو كان مجيتش انا مثلا وخلصت ولا معايش كون يروحوا خاطرين وقتلهم مجانا متهزوا حتى شاي هذي ترفع يعني تعبر برشة بالخص النصوم رمزي ونذكرو انو دار الحوت تابعة وزارة الفلاحة ما هيش تابعة وزارة ثقافة ممكن لذيك عليش وليس عاملين شاركة وليس عاملين شاركة ولكن هذا يطرح السؤال انو الطبقات التي تستمتع بالمجانية هي طبقات يعني كبيرة برشة كيف ما شوفنا وكيف محكيذيات في فيا في الكرونيك متاعه تم تقريبا ستة ملايين من توانسا ينجموا يتمتع بالمجانية هذي فلذا نتسألوا علش يعني ما يتمش اقرار المجانية للعباد الكل نتصور مش البلايس الكل كيفاش بوا اينا مزيت ما جربتش برشة ميكن اخرى ما نتصور مش البلايس الكل وخاصة انو الشباب والشميرات ما يخدموش العطلين على العمل العمل ما يتمتعوش بالمجانية ما عندهمش بتقتطاربهم وخاصة ان يحبوا يكتشفوا احنا نحبوا نكتشفوا مناطق في بلادنا نلقاوا صعوبة معنا باش نواحد يمشي لها ولا باش يلقى صعوبة حتى في بلاده بشي شوف الميذ التقريب اكثر من متحف ووفر الكيران ووفر المتحف ووفر كل شيء وقت اللي ثم ايرادة هذيك عليش تنا عندي شك شوية في الارادة سيد وزير التربية اللي تجي ايرادة معلمة اقوى من الارادة السياسية متاع وزير التربية ما انت مكري شيء تبعث المتحف وتبعث المتحف كي تقول نحب نمشي تتوفر لهذه الظروف يمكن تساهمش في النقل خسرهم بهم مشكلة متع نقل ولكن وقت اللي ثم الارادة اوفر حافلات قدرهم مليون مليونين بالمية في عام 92 اذا كان منيج غالت هو ثم مليون بركة تلميذة تقريبا قريب المليون مليونين معناتها كل واحد يعمل زوز متاحف ولا حاجة فناك واضح داخل واضح ماذا معايد ابو فريس على الحافلة بنسبة الحافلة يعطيك حافلة يقول لك خمسين تلميذ فهمت انتي تبدأ عندك اكثر تليم ذا فهمت دو كلاس مثلا فيهم ثمانية وخمسين تلميذ ثمانية الاخرين شنا عمل لهم اين خمسين تلميذ بالمرافقين يعني هيا تمام معظمات التقنية التي تسعب المأمورية وينيس تليلي؟ ربي يحب انتفعل على حاشتين فهم قبل لك تعطيو في العدد انتا ستة ملايين وامكانية صحيح فهم قوانين وفهم لكن زادا من دور الدولة حينا نرجع لكلام ان الارادة السياسية مهم من دور الدولة انها تعلم الناس المواطنين بحقهم زادا هنا حق موجود حق دستوري فما قانون فما فما تجارب صارت ما تجارب جيدة صارت ما مبادرات من من أفراد ومجموعات من أجل الانتفاع وتحقيق وتفعيل الحق هذيك أسمحني زادة ما نجمش اللوم على ناس زادة ما يعرفوش الحق هذي من أوكي معناها أنه كل إنسان يجبو يجتهد لكن كان الدولة عندها إدارة إرادة سياسية من أجل تفعيل هذا هذا الملعام نقوله نحكي على مجانية ما إيش مجانية هي ملعام معنا مساهمين فيه المواطنيين المواطنات معنا من حقهم وين تفعوا به فمن من دور الدولة أنها تعلم لأنها هي راعي حسب الدستور عام 2014 هي راعي للثقاف فمن واجبها أنها تعلم معناها وزيد من ننساوش في الدستور وشنا نرجع للدستور الدستور ينص زاد على أنه إحنا دخلين في مرحلة بتاع الديمقراطية التشاركية من المرحلة الخطوة الأولى أقل حاجة في الديمقراطية التشاركية أنه يعني الصلاة العمومية أي دولة من واجبها أنها تعلم الانفورماشن هو هو يقول لك المجانيات موجودين في الرائد الرسمية ما صحيح وثم مثلا نخذ مثال في فرنسا مثلا أي شخص مقيم في الاتحاد الأوروبي أو عنده لكن ما نشغلت أي شخص عنده جنسية من جنسيات دول الاتحاد الأوروبي أقل من 25 سنة يدخل في متاح في الاتحاد الأوروبي بلاش الكل يعني هذي قاعدة سهلة واضحة اللي تيسر برشا حاجات يعني ثم خلينا نخرجوا به من نقعدوش في نحكيوا بلي عنا هنا سمحني معنا محام عنا قوانين تسمح عنا حسب الإحصائيات القاوم صديقنا دياء 6 ملايين مواطنة ومواطن تونسي من ممكن أن يتمتعوا بالدخول مجانا إلى المتاح هذي هي المعلومة فهل إنه هل حق هذي يعرفوه تونسا يعني عنا تلبزة الوطنية عنا الإدارة الوطنية أم تسبات بشتعل من الناس فقط وذيك عليش عنا موجودة لهنا برنامج بار الأماني سلط الضوء على نقاط كيف من هذا يا سوهاي العيدودي والله أنا بش نجو في علاقة بالمجانية نطع المسألة الدخول يعني الفضاءات الثقافية بالنسبة للمعطلين العمل رو تم تقديم أنا بسيفتي عوضوك بتنفيذي في اتهات المعطلين العمل تم تقديم مقترح فيه من خلال نقاشات سيرت مع وزارة الشباب والرياضة وتم تقديم المقترح معناها خاصة أنه يتم دمجها مع وزارة الثقافة ووزارة الصحة ما يعبر عنه بالكارجون من أجل أنه يتمتع يعني الشاب أيضا في مسألة الثقافة بالمجانية الدخول وأيضا في مسألة الصحة ولكن الحقيقة رامي هو نفس المعناها اللي يتعاملوا بمعناها قبل يعني نفس العقلية احنا لحقيقة ما عنا وزارة ما تعرف تسمع معنا حتى بيش تولد ناقش ومتنفذت برمحلة كارجون خرجت في ديسمبر في رايد الرسمي في ديسمبر الفين وخمستاش ولي ديكري دابليكيشون مزلوا مزلوا مهابتوش ومزلوا مهم ناقشناها وحتى بالشكل تم يعني تغييره وتم تغيير حتى المحتوى متاع الكارجون مش هداك فقط لي كان مطلوب كانت ناقش في عديد المسائل بما فيها مسألة النقل وكان الاتفاق انه تصير جلسة مع كيفة الوزارات المعنية بالمسألة هذي ولكن كالعدم والحقيقة هذك هي قوت الوزر احنا وزارة التربية عامل اتفاق جينا منشور وعنا الاميكل الكل في تونس نحب ونمشون ونمشون احنا توف الجامعة شعبية نذكروا مادام ومعنا صغيرات اللي في نادي المسرح مش هكا انسلموا عليكم من جديد انسلموا عليكم انسلموا عليكم ونذكروا عندكم سبكتاكل نهار لحد لهنا ويعطيكم الصحة وشكرا على مرافقتكم ويعطيكم صحة اللي استقبلتونا بحثكم احنا في جامعة شعبية جامعة شعبية محمد علي الحامي يعني الشيء الاكسبسيونيال فيها انه كل شيء مجاني وما تستحقش للباك باش تدخل هي جامعة لذا نتسألوا يعني انتوما شنية تأثيرها هالجامعة شعبية هذيه مثلا انت مدام عايدة تخدم وتسكن وتقري في في سيري باحثين شنية تأثير الجامعة الشعبية هذي في المحيط متاحها انا بالنسبة ليرها مكسب معناها كبير برشاء للصغيرات هنا فاسلا فاسلا مستمعين عليش يعني بطريقة من الموسر احنا في بلاسة ما فيها حتى شيء يعني لصغارنا عندها عندها وين تمشي لو انتلعب لا دور شباب لا دور ثقافة حتى اقرب واحدة بعيدة علينا تسمى في عشرين مارس ودين يرمو معنى مفيش تجهيزات كاملة كما هنين فمش نوادي كما هذي يتوش حملت كل شيء يعني انس ليلي تقوم بنادي سينيما ثم نوادي مسرح حاجة شنو ما نوادي الأخرين ثم نوادي اللي بدينا بيهم رو يعني الورشات اللي بدينا فيها وثم الورشات يعني خطرا هي مقسمة لأكثر من اكس معنا ثم الثقافي وثم العلمي يعني الدروس اللي بش تصير الدروس اللي بش تقدم معناها في عديد اختصاصات منها للفلسفة وعلوم النفس يعني وايضا تم المجال الصحي تم ايضا اللي نخدموا عليها عن مدة ان شاء الله نبدأوا فيه لانه اللي هنا وفي سيد الحسين وفي حيالين اللي هو مسألة معاني الاقتصاد الاجتماعي التضامني اللي نطلقوا بها من خلال المنتجات اللي تقوم بها العائلات في الأحياء هذه كاكفيش نحن النجم وخرجوا يعني الزاتوليين بتاع خدمة معا يعني هذي الفكرة ما هيش فكرة فقط متاع الثقافة يعني تمثل أعمار الكل تمثل نشوفوا صغيرات بحذينة من اللي عمرهم ثمانية سبعة سنين اللي أكبر للي في اللي سي قاتش عمر كازغر انتي اثناش خمستاش اي دونك العمار تبارك الله يعني مصغار للكبار يعني انتم حتى الكبار مهتمين بالشي هذا اكيد انا عنا حتى اللي مقايدين في الازاتولية عنا حتى اللي وصلنا الخمسة وخمسة سنة المقايدين في مش عم نود الزاتولية اللي هنا سواء في التعليم او ايضا في الانشطة الثقافية مادام عايد ابو خريس تحب ديف حاجة تفضل اي قلت لك بالنسبة للصغيرات معناها يخرج من المدرسة مع عنده وين يمشي او تلقاه في البرع مع صحابه من عرش انا طوهدية لمتهم لمت الناس الكل سلاح بيب انا ما انت متأثر اللي انا موجود في الاتولية ولا القاراج ولا شنو اللي هو الجامعة جامعة شعبية محمد اللي حامل هو هذي النوع من الفضائات والمحلات ولا اللي تحب تقول لهم هما اللي بشي يأثروا في تونس المستقبل لان الدولة تعمل حاجات بشدهر انها تخدم انت الموظف ثم ما عادش يدوم ياسر المسكين الوزيئ ما انت مشروعه توا مشروعه ما يتوصلش ولكن المواطن ساقيه في القاع وعروقوا مغروسين في الاحياء هذية اريد هولي المرحلة هذية هي مرحلة الفضائيات القرب هذو ما ما يعبر عنه بالفرنسوية اللي الدولة ما هيش قادرة تعملهم وما عندهيش منهجية في راسها لشي هذي بتزيد دار ثقافة تبني مدينة ثقافية تعمل مهرجان يترى تعمل تونس عاصمة الثقافة العربية ولا الاسلامية ولا المسيحية ولا بيزنطية ولكن الشباب الاطفال الاحياء متاعنا اللي تبنيهم من سنوات ستين لليوم ما فيهم حتى روح وحياة جماعية انسى الثقافي معنى انسى الفني انسى العلمي ما ثميش روح جماعية ناس تبشي ترقد وتروح عندهم عطار كان تار تحلتش حانوت متاع بيار ولا جو الكترونيك وانت هالامر ما يعيشوش مع بعضهم اذا كان من نجموش نعيشو مع بعضنا في فضاء مشترك في حينا وصورته الحي اللي الناس مجيش كل بك رهبها وقدم بيبان ديارها وفي غراجتها الحي اللي نخلطوله بالكار الحي اللي نخلطوله بالمترو الحي اللي نخلطول العساقين الحي اللي اللي مسخ وما فيهش تطهير اللي لازم ولي ما فيهش هاد ولو الناس بيوتها انظف وكل شيء مش هذا ما يعنيش يا ناري مش انظف اذا كان ما خلطنيش للناس هذوما تونس ما هيش بش طاير خاتر الناس هذو بشي حسوا روحهم ديما خارج الدولة بشي حسوا روحهم مقسين بشي حس ان الدولة موجودة في بعض الاحياء والحتى الاستثمار الخاص موجود في بعض الاماكن ومش موجود في اماكن اخرى حتى حد لجاء اعمل سينما في الملاسين ولا في حي التضامن حتى تجارية احنا ما قلناش اي اعمل الجامعة الشعبية والتجارب هذوما هوم اللي بهم الفايدة ولهناء دور الدولة والدولة في غياب في غيبوبة تامة الدولة خدرتها هي مكنش عندها استرتيجية ثقافية وخدرتها الثورة معاتش تعرف ليش تقبل نهائيا معنتها ما عندهش اختيارات مش مش سياسة ثقافية كلمة كبيرة يسر ولكن تقول انا على العامين هذوما نحب نمشي فين ما كنتش مثلا ونحط امكانياتي فين ما كنتش ولا ان ندفع البادرة الخاصة فين مشات في الاحياء الشعبية ولا في كذا هي تتوضح الشي هذا علاش يتحت ستة ولا سبعة مليار دوائت على كارتاج وثم زوز ملايين ساكن في تونس من في القران تونيس نحكي الديستريكتة تونس في الاحياء اللي فيها اكثر كثافة سكنية عندهم نقص غريب في البنية التحتية ثقافية والدولة تخمم بالكبير تخمم تحب تعمل مشاريع باش يتراو في التلفز ويتراو في الكرة الشروط ويتراو في المصاريف فما نستربح وتخسر منها وتجهيزات واراضي وكذا الدولة تنجم على مدة معينة في هالنقص اللي موجود في الاحياء الشعبية والاحياء المعدومة من البنية الثقافية انها تستثمر مع القطاع الخاص في بنية ثقافية تملى الفراغات اللي هي فراغات كبيرة واللي هي اختر معنتها ايهاد التونس